أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه دعم مملكة البحرين لكل الجهود والخطوات التي تتخذها جامعة الدول العربية لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وتوحيد الكلمة بين الأشقاء إزاء مختلف القضايا العربية المصيرية لمواجهة كافة التحديات خاصة في هذه المرحلة الهامة والدقيقة التي تمر بها الأمة العربية جاء ذلك خلال استقبال صاحب الجلالة في قصر الصافرية لمعالي سيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية بمناسبة زيارته للمملكة وخلال اللقاء رحب جلالة الملك المفدة بالأمين العام مشيدا بالجهود التي يبذلها وجميع العاملين بالجامعة للارتقاء بألية عمل جامعة الدول العربية نحو أفاق أرحب في مجالات العمل السياسي والدبلوماسي والتنموي وتعزيز التكاتف والتضامن بين الدول العربية والدفاع عن القضايا العادلة للأمة العربية والسعي لتحقيق تطلعات الشعوب العربية وأمالها في مستقبل آمن ومستقر وأكد جلالة العاهل المفدة تأييد مملكة البحرين لكافة المبادرات ولأي جهد وتحرك عربي يهدف إلى خير الأمة العربية ويعزز وحدتها ويحفظ لها أمنها واستقرارها مشيرا جلالة الملك المفدة إلى الأوضاع التي تمر بها المنطقة والتي تتطلب منا جميعا وحدة الصف والتكاتف والتأزر والعمل المشترك لمواجهة كافة التحديات وبحث جلالة الملك المفدة مع الأمين العام للجامعة العربية مجمل المستجدات على الساحة العربية حيث أطلع سيد أبو الغيط جلالة الملك المفدة على دور جامعة الدول العربية ومساعيها الرامية إلى توحيد الجهود وتنسيق المواقف بين الأشقاء العرب معربا عن بالغ شكره وتقديره لصاحب الجلالة على دعم مملكة البحرين للجامعة العربية لتواصل دورها في خدمة قضايا الأمة العربية وتعزيز التضامن العربي مشيدا الأمين العام بالمواقف العربية الأصيلة والمشرفة لمملكة البحرين في الدفاع عن القضايا العربية العادلة